بلدي هيرجع أحلى من مكان إليسا تعود للغنى وتحيي حفلاً في دبي الفنانة إليسا رجعت للغنى بعد فترة من التوقف بسبب أحداث لبنان وأحيت حفل غنائي في كوكاكولا إيرينا بدبي يوم 11 أكتوبر وكانت حريصة على توجيه رسالة الجمهورة وقالت إليسا بقى لي كم يوم قعدة قدام التلفزيون بتفرج زي ناس كتير خاصة أولاد بلدي ولقيتني مليش فايدة وقررت أرجع استمر في شغلي وظهر صورة بلدي الحلوة بلدي هيرجع أحلى من مكان وهي مرحلة مؤقتة بنمر بيها وكملت كلامها وقالت فيه التزامات تجاه بلدي وفرقتي وناس كتير أنا مسؤولة عنهم الحياة تستمر قبل الحفل إليسا كانت أجلت حفلتها في كوبرس اللي كانت هتكون في آخر شهر سبتمبر اللي فات بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان ووضحت وأصدرت بيان وقتها وقالت تدهورت الأوضاع بشكل دراماتيكي ودخل أي مواطن لبناني يشعر بالقلق كنت ملتزمة بحفل في كوبرس منذ أكثر من خمسة أشهر فبدأت مفاوضات مع المنتجين لإلغاء واحتراماً لأهل بلدي وتمكنت من التوصل مع المنتجين إلى اتفاق على تأجيل الحفل حتى تعود الأوضاع إلى طبيعته وقدمت إليسا أعتذار لكل اللي إحضروا الحفل وطلبت من الجمهور الصلاة لأجل لبنان واختتمت كلمتها وقالت كل ما نتمنى أن تمر هذه المحنة الصعبة وأن ننعم بالسلام والاستقرار مع كامل الاحترام إليسا وبعد فترة من التوقف رجعت إليسا للغناء وإحياء الحفلات وقالت فررت أرجع أستمر في شغلي وأظهر صورة بلدي الحلو